ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 149 حالة بعد تسجيل 16 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية وضحت الصحة اللبنانية أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبى في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس في حين ناشدت جميع المواطنين بالتقيد والتدابير الصارمة لسيما الحجر المنزلي الإلزامي بالإضافة إلى ضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى